هذا ما عده أهل العلم أنه من معاصل لسان قال رحمه الله ومن معاصل لسان النذر بقصد حرمان الوارث إذا إنسان نذرا تعرفون ما هو النذر النذر كأن يقول نذرا علي أو علي أو نحو ذلك فهذا الشخص هذه المسألة نذر ماله لغير الوارثة ومراده من هذا كله أن يحرم الوارثة هذا حرام كيف يمكن أن ننصورها هذه واحد يكون عنده ولد هذا الولد يعني بينه وبين أبيه شيء أو لا يحب زوجته من أبل يعني لا يريد الأب أن ينتقل المال إليه فماذا يفعل؟ يقول قبل موته يأتي بإثنان شهود يقول نذرت كل مالي لفلان صديقي مثلا أو للمسجد هذا النذر حرام لماذا؟ لأنه ما أعطى فلان هكذا لنية صحيحة ما نذر ماله لفلان إلا ليحرم ولده هذا حرام من الكبار إذن النذر بقصد حرمان الوارث أن ينظر الشخص ماله بعد موته بمصلحة معينة لفلان أو نحو ذلك وما قصده من ذلك إلا حرمان الوارث مالذي حرام أعلم أنه كذلك, أنا أعلم أن أعني أن تخلقين بالضيقين في عام حيثًا بأن간 سهل وقته الزهر في هذه السياسة من فهم getting their money after his death ذهب إليه حرام وهذا هرام يجب أن أعلم أن تعريف فهذا العموم هذه سيحصة لحيث وقد رأيذ عنه بينه واله وقام وحيث حول النمر إنه يبدو لي بين أفريقين إنه يزيب أتراب بالفعل أي أعلم أما إن كان أعطاه عطية مثل الهدية مثلاً فهذا يجوث لكنه أن أعطى ولد ولم يعطي البقية لغير عذر في مثل الشاف المكروه مكروه أن يخص ولد من دون أولاده البقية لعطيته أما إن كان هناك عذر مثل ماذا العذر قال لهذا ولدي عنده مثلاً إعاقة فيه مرض مزمن فأعطاه هنا إخوته لا يتأذوا يقول الأذار ما أعطاه إلا لأنه له حاجة أو تقي قد قاميهم أو يهتم بأبيه أكثر مثل هذا الإخوة يقولون لو لم يكن أخانا هكذا ما أعطاه أبا أما إن كان لغي هذا فهو في مذهب الشافعي مكروه as for the father for example giving his specifying one child over others for example for a gift without any reason to distinguish between the others in the Shafari school this is considered مكروه disliked so if the father specifies a child with a gift excluding the other children for no reason for no religious reason then in the Shafari school this would be مكروه and the scholars said that among the reasons would be like this child has a disability or the like and he needs the money for the disability in such a situation his siblings would not be upset by that they would understand why the money was given to him likewise if he was more pious than them or if he took care of his father more this would be similar they would not feel bothered or upset by the gift وَلَّهُ الْرُلَمَاءِ قَالُوا لَا يَجْوزَ أَيَخُصَّ الْوَلَدُ مِنْ دُونِ إِخْوَتِهِ وَاحًا فِي زَمَنِ النَّبِي عَلَهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ أَعْطَى وَلَدَهُ شَيْئًا نَحْو الْأَرْضَ وَنَحْوِ ذَلْكَ عَطِيَّةً فزوجته قالت لا بد أن نشهد رسول الله على هذا فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني منحت ولدي هذا عطية كذا وكذا قال عليه الصلاة والسلام أكل أولادك أعطيت الكل ولا فقط هذا قال لا فقط هذا قال أشهد على ذلك غيري الشافعي قال يجوز لأن النبي لو كان حراما لما قال له أشهد على ذلك غيري لذلك قال الشافعي مكروه يعني النبي ما رغب أن يشهد على مثل هذا لو كان حراما لا يقول له أشهد على ذلك غيري لكنه عليه الصلاة والسلام أبى أن يشهد على هذه العطية لأنها ليس فيها مساوات فهو مكروه والأفضل أن يساوي إلا كما ذكرنا بمصلحة شرعية المساوات أفضل حتى أنه ورد في الحديث ساو بين أبنائكم ولو في القبل يعني حتى لو قبلت الكبير قبل الصغير حتى لا يقى في نفسه شيء عليك And some scholars said that such a gift would be haram that is to distinguish, to specify only one child and to give him a gift for no reason they said this would be haram and it is narrated in the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم that one time a man gave his son one of his sons only land or the like so he told his wife this and his wife told him that we should go and have the Prophet صلى الله عليه وسلم be a witness to this so they came to the Prophet صلى الله عليه وسلم and the man told him told the Prophet صلى الله عليه وسلم that I gave my son this land and I want you to be a witness to that and the Prophet صلى الله عليه وسلم said he did have someone else be a witness to this and this is because of the fact that he specified only that son and Imam al-Shafi who said that such a thing is only disliked he said that had the Prophet صلى الله عليه وسلم forbade such a matter had it been haram the Prophet صلى الله عليه وسلم would not have told the man to go and have someone else be a witness so this is how Imam al-Shafi relied on this hadith to say that it's disliked so some scholars said it's disliked and others said that it's makroor to do but as Imam al-Shafi said رضي الله عنه other scholars said it's haram but as Imam al-Shafi said رضي الله عنه the Prophet صلى الله عليه وسلم would not have sense him to have someone else be a witness had it been haram كذلك من معاصي اللسان سؤال الغني إن كان غنياً بالمال أو بالحرفة السؤال يعني طلبوا شيء يسمى الشحاذة الذي يسأل الناس يعني يشحف منه وهذه الكلمة أصحى أي يطلب من الناس سواهم طلب أماماً ليس المقصود الحرام أنه إذا كان غنياً ووقف في بل المسجد وشحاذ ليس هذا فقط لو جاء كزائراً بينك وبينه في الدار وهو غني وقال أعطني كذا اجعل لي كذا وهو غني هذا حرام عليه ذنب إذن الوجر الغني أو المرأة الغنية إيش يعني غني تكلمنا بالبارحة نعيد الذي هو مكتفي الذي هو مكتفي لا يجوز أن يسأل الناس يعني ما بجوز يشحف بأي لهجة يسموه بالليزة أو بالعربية أو بالعامية يعني لا يطلب من أحد لا يقول للشخص لا على انفراد ولا أمام الناس أقولي مالاً هذا الغني الرسول عليه الصلاة والسلام بيانه أنه يكون من وجهين غني إما غنيه بالمال مكتفي أو يمر يعني قوي يعني عنده همه بدم وعنده مصلحة لو يعمل يخرج نفقتهم فسو ما بده قالنا لو عب البيت وعلى الأهواء بيخب من هذا بيخب من هذا هذا حرام من الكبائر إذن الذي يسأل الناس وهو مكتفي عليه ذنب من الكبائر الذي يسأل الناس نشي يعني يسأل الناس أن يعطوهم مالاً أو نحوه وهو مكتفي يعني معهم كفاية والكفاية قد تكون بالمهنة يعني نجل يعيدها تكون أوضح إذا عنده مهنة مثلاً نجار وفيه بالبلد شغل النجارين إذا راح من بيته راح شغل بالنجارة يغل عليه هذه النجارة كفاية لا يعطوه لأولاده لكن هو يحب يرتاح هذا ليس له لأن هذا غني بالحرفة أو بالمال عنده مال يكفيه فصار يسأل الناس أعطوني 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 هذا عليه ذنب من الكبائر فلسأل الناس ستكلمين هم بما أنهي قد تشعر إليه إنه يمطل منيينه محبوظ بالتحرير لتحرير إليه سيكون هناك بما يمكن الجزء بما تستخدمه محبوظ ومعه المحبوظ ومعه محبوظ فيه سيظه ، فإنه يتضح كل شيء ، هذا مميز يزاله أيضاً يمع بيارة بمملكي ، فهي يمع بميزة تشعر إليه ، فإنه لا تستطيع تسعرين ، فإنه يتطيع إذا كان يفعل هذا مرة ثم مرة يسأل الناس ويموت من غير توبة جاء في الحديث أنه يحشر يوم القيامة ليس في وجهه مزعة اللحم ولا قطعة صغيرة من اللحم على وجهه لماذا؟ لأنه أذهب ماء وجهه في الدنيا هو كذب على الناس وأخذ باسم المسكنة عذاباً له وفضيحة له يوم القيامة يأتي يوم القيامة لا يوجد على وجهه لحم الناس يعرفون أن هذا كان يأكل أموال الناس بالباطل أن هذا أكل أموال الناس بالباطل الناس ما أعطوه إلا لشفقة عليهم أنه محتاجه ومعهم لكن صدقوه قال أنا ما عندي محتاج فأعطوني فأعطوه هذا إذا لم يتب يوم القيامة جاء في الحديث يأتي وليس في وجهه القطعة الصغيرة من اللحم المزعى علامة على سوء حاله والناس نحن القيامة عليه ساتجس أجل сотس goldانسبة رشطة أريد أن تريد أن أزالها رؤى الله هذا ليس كل شيء يس إجزاء صمي seams والتي يساله العزم الضر ما frustrating وممتلك السابق ورى الرئيس isure وتاله أن يلا هو الرجل أحد الين ي supper صلو عليه وسلم سلم الحديث م oroهadequه موداما جسد مجموعة مواما جسد ورقص يس AND سلوح عن Voorفلة ب amiga أغلبها نمر Because again, what he did is an injustice. He took the money of people unrightfully. باة وفي خلف. يجوز. انا نحكي عن الذي ليس المحتاج. قال عليه الصلاة والسلام من سأل الناس فكثرا يعني نميت فقط ان يكثر مالا. فإنما يسألهم جمرا يوم القيامة فليستكثر او ليستقني. هذا شبهه الرسوله المال كأنه نار ينزل في بطنه. هذا التهديد. ومعنى أن نكتر معنى أنظر في حالك كم تأخذ من الناس حما يكون كثيرا فيكون عليك العذاب كثيرا هذا الذي يسأل الناس تكثرا لا يريد إلا أن يزيد في ماله حيث محتاجا فهذا حرام من الكبائج and the Prophet صلى الله عليه وسلم in another hadith informed us regarding the one who begs the people when he has his needs satisfied religiously and of course if someone is in need, truly in need he is not satisfied his religious needs then he can beg, it is permissible there's no difference regarding that he can, it's permissible to do so but as for the one who begs and has his needs satisfied already his religious needs the Prophet صلى الله عليه وسلم said that he would be this money that he takes from the people because he's seeking money to only increase his money that he has this person, the money that he receives from the people will be like fire entering his belly and this means that he would be tortured in the hereafter for what he did meaning that it's an enormous sin ومثله أيضا في مال الزكاة إذا أخذ مال الزكاة وهو ليس أهل اللحل ليس من الأصناف الذين يجوز لهم أخذ مال الزكاة هم أعطوه على ظاهره لكن هو يعرف أنه ليس من أهل الزكاة فأكل هذا المال عليه ذنب من الكبائج والعياذ بالله تعالى نحن الدافعون للزكاة ليس شرطا ليس فرضا عليهم أن يفتشوا ويدققوا يجوز أن يأخذ الإنسان بظاهر حال الشخص لكن هو إن علم حرام أن يأكل مش كل ما واحد طلب من فوت على الغرفة إلا ما معه وتحيل شبت يكل شبت الشراب وارجيش في الجهي بلاك واخذني عبير لا يفاكل نحن نعامله بالظاهر إذا هو طلب وصدقناه جوز أن نعطيه لكن هو إذا كان حقيقة ليس أهلا وأكل عليه ذنب من الكبائج رجلاني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبا منه من مال الله من الزكاة في الحديث رأوا الحديث أشقال قال فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر فيهما يعني صاري طلع فيهما ثم قال علمنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أعطيكما أنا أعطيكم لكنه لا حق فيها لغني ولا لقوي أنا سأعطيكم لكن إن كنت أحد هذان الصنفين لا تأخذوا قال أنا أعطيكما لكنه لا حق فيها إذا كنتم أغنياء أو أقوياء كما كنا قوي بمهنة يعني معه مهنة يعني معه مهنة ومستطيع أن أعمل بها فهذا غني أيضا بمهنة وبحرفة فلذلك عليه الصلاة والسلام أشقال إني أعطيكما أنا سأعطيكم لكن جعل الأمر إليهم يعني خوفهم لكنه لا حق فيها لقوي ولا لغني معناه الأمر عندكم وهكذا نحن نتعاني مع الناس إذا جاءنا شخص قال أنا محتاج أنا مسكي أنا من أهل الاحتياجات من أصناف الثمانية أعطوه من مال الزكاة يجوز أن نصدقه ونعطيه ليس شرطا أن نمتحناه ونكتشف جبلنا كشف حساب ليسا يجوز أما هو إذا كان هو محتان أو كان هو يسأل الناس وهو مكتفي ذنبه الكبير عليه هذه إذا كلا سنكون حراما إذا كنت من ألم محتاجة وضع في ذكات أون من محتاجة إلى ذكات كان مقالية مقالية وضع في ذكات وضع في ذكات إنسان إذا سنكون في ذكات إنسان يلبطون ذكات إليه هذا إليه أول إلى تريد ذكات to investigate the person, to ask him for his bank account statements and the like. This is not something that's an obligation to religion. One is permitted to believe the person and give him the zakat if he says so. However, if that person he knows he is not among those who should receive zakat in a religion then it is haram on him to take the zakat. It is an enormous sin on him to do so. And this is proven by the hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم wherein two men came to the Prophet صلى الله عليه وسلم and asked for zakat. And the Prophet صلى الله عليه وسلم looked at them. He looked at them up and down and he told them I will give you the zakat. However know that the one who has money to fulfill his needs religiously and has the power and ability, meaning has a trade, to earn the money that he needs and he has no right to this money. So the Prophet صلى الله عليه وسلم cautioned them before giving them the zakat money. So this is how we should be as well. If someone comes for zakat there is, it's not an obligation on us to investigate the person. However, if he takes the zakat and he is not eligible for it religiously then it is an enormous sin on him and it is an enormous sin on him. And this is a lot of people who don't know it. أهدي إليه مالا أو غير ذلك يجوز أن يأخذ والدافع له ثواب حتى لو كان هذا مكتفي إذا كانت نيته بالهدية نية صحيح فالدافع له ثواب إذا أعطى واحد شخص صديقا له أو قريبا له ولو كان ليس من أهل الحاجة أعطاه هدية يجوز أن يأخذ أما يطالب هو أن يقول أعطوني وهو مكتفي ليس له And this judgment regarding the solvent person and it being haram is something that a lot of people don't know so pay due attention to that and with respect to someone however receiving money without him or a gift for example without him asking for it this is not haram, this is permissible The companion of Allah ibn Umar one time asked the Prophet about a gift that he received from someone and the Prophet ﷺ asked him if he had asked for it and he said that he did not and the Prophet ﷺ permitted it permitted it and as for the one who gives this gift if he has the correct intention a good intention then he will receive reward for giving that gift however if the person is not in need and he's solvent then he is not permitted to ask and it would be haram for him to do so and he is not permitted to ask and he is not permitted to ask أحيانا قد تؤذيه إذا لم يفعل هذا حرام إذا كان جعل لها مسكنا وكسوة ونفقة ليس لها أن تطالب أن تقول اجلب لنا ذهب نريد سيارة في مجال السيارة لقيته صعبة هذا لا يجوز إذا كانت مكتفية هذا لأنه فوق الكفاية أن تطلب منه سيارة تطلب منه ذهبا أن تطلب منه مالا زائدا على كفاياتها هي مكتفية كيف تسأل هذا أما إذا كانت بغير طريقة السؤال عرضت عليها عرض هو إذن وما أكثر من يقبل في هذه الأيان يجوز and this rule applies to the woman whose needs are satisfied by her husband it is not permissible for her to ask her husband what is beyond her needs so if he has provided her the obligatory spending at home, clothing and the obligatory spending on her then it is not permitted for her to ask for more, to demand for more she cannot, for example, ask for a car or gold or the like and sometimes some women they do this and if their husband does not comply with the request, they would harm their husband, they would say things that are harmful to him and this is haram falls under that sin of the tongue and however, if the woman asks and asks differently without without he says, what did you do with me? we will give you a beer if it was a good one, don't give you a beer because it is called simple if we give you a beer we will give you a beer or wine this would give you a simple one it was more than that as to ask, give me money give me a gift if the woman if the woman does not ask or demand for this what is beyond her needs it would be permissible and many times nowadays the husband does in fact oblige and give the woman what she wants and this would be for example if someone comes and asks for tea or the like or you come back from hajj and you have a zamzam water and he says, give me some zamzam water let me try the zamzam water this type of thing is not begging or asking when you're solvent it would not fall under that category it would be permissible so there's a difference between that too and from the meaning of the meaning it also looks like the dög activity that it is within the religion it is without the knowledge and this is from the the ra mountains the holy庭 said whoever will be formed he is not alone was a man of the sea and earth and if he died that is why if he died that's why he died it is not Taylor هذا الذي يفتي بغير علم فالشخص إذا كان لا يعلم لا يستحق أن يقول لا أعلم فالشخص حرام عليه أن يتكلم في الدين بغير علم إن لا يكون سامعا من أهل العلم أو قراء في نسخة مضبوطة وكان من أهل الفهم هذا أما غير ذلك فحرام الذي يقرأ في الكمبيوتر هذا لا يعد تلقيه الذي يفتح في صفحات الكمبيوتر التي هي عامة ثم يقفض منها ويفتي على الناف هذا ليس تلقى العلم من أهله لا بد أن يكون سامعا من أهل العلم أو كان في مرحلة حصل فيها علوم صار من أهل الفهم إذا قرأ يميز فإذا أفتى بغير علم عليه ذنب من الكبائر مهما على كعبه الإنسان مهما على خطوته لا يستحي أن يقول لا أعلم سيدنا الإمام علي رضي الله عنه كما أعلم الصحابة ليس أي إنسان علي ومع ذلك قال وبردها على كبدي لا أدري حين لا أدري وبرد هذه كلمة معناها شيء هين سهل علي شيء هين سهل علي أنا أقول لما لا أعلم لا أعلم هذا كان الإمام علي أعلم الصحابة يقول هذا فما حال الذين هم من دونه لا شك الإنسان لا بد أن لا يخلع من نفسه هذه الكلمة لا أدري لا أعلم and if someone has asked a religious judgment and he does not know he should not be embarrassed to say I don't know and one should not answer a question unless he has knowledge either he learned it from someone he asked before and he learned it from someone or he took it from someone or he is someone who has the capability and knowledge to look and read verified manuscripts or books of the scholars if someone reaches this level he has acquired enough knowledge where he can distinguish between right and wrong and he has this capability then he can acquire the knowledge this way as well so if he has not acquired the knowledge correctly then he cannot answer the question he needs to say I don't know and one should not be embarrassed to say that our master Ali رضي الله عنه who was the most knowledgeable of the companions he said that it is easy for me to say I don't know when I don't know and we should be like this as well if we are asked a question and we don't know the answer then we should say I don't know and it should be something easy on us it should not be something that we are embarrassed by الله تبارك وتعالى عن المحكم قبل عن المنهي المسجس المجلس أذكركم وأذكر نفسي بالجد في هذه الأيام المتبقيات قد مضى أغلب رمضان ولم يبقى منه إلا القليل قليل قليل وهذا القليل فيه كثير هذا القليل فيه كثير فيه ليال مباركة على فيه ليلة القدر فعلى الإنسان أن يجد في هذه الأيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر الأخير طوى فراشة كناية عن قلة النوم طوى فراشة وقالت عائشة جد في العبادة ما لم يجتهد في غيره يعني كانت عبادته في هذه الأيام وكان كثير عبادة عليه الصلاة والسلام لكن في هذه الأيام أكثر من غيرها بكثير 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 وهو المغفول الظلم عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن عمل الخير كل هذا مضاعف فيها ولا يدر الإنسان الرسول قال تنسوها في العشر الأواخر لا يدر أي ليلة كثيراً الناس على حالهم همهم أن يعرفوا أنت ليلة القدر فيه في الشمس فيه في الشمس كان فيه ضوء ما كان فيه ضوء فلان بالدنماء ولا هك فلان بالسويت ولا هك سنين تمرهوا بعض الناس هكذا بعدها تيجي لو تصل التضاعبين عليه قضاء ما يستحيل لله هذا لا يستحيل لله هذا عم يرأى عم يعطينا بس عم يعطينا ترجيهات أم ترشيفوها وأم ترشيفوها وهذا اللي بيأمرك كل الله ادعو لي ادعو لي ما تنبت إلى حالك حالك تضيل عليك فرد ربك تضرع إلى الله عز وجل ما صغيرا موزع وستاته دعو لي دعو لي دعو لي وشيفوه كيف يدعو كيف يدعو كيف يدعو في المنام كماذا هذا الكلام حتى يحبط همة الذين حتى ويهدوا الأخير سيفوها عم يعطينا ما يدعو هذا شيء لا يدعو للمسلمين هم هو وإدعو للمسلمين الأخوان يستغفر لهم نصيحة على وجه الله تعالى بقي أيام قليلة وصوائحات قليلة بنسلة للسنة لعلك يا عبد الله لن تكون معنا في السنة المقبلة لعلك تكون في بطن الأرض لأنه تعرفون في كل سنة الله يطرع ملائكة من يموت في السنة المقبلة في الوحد كان عليه السلام ينعزل عن الناس يعتكف في العشر الأخير إلا لظهورة يقبلوا على العبادة الشخص في هذه الأيام يقبل على العبادة يكثر من طاعة الله يكثر من استغفار قراءة القرآن من الصدقة من عمل الخير حضور مجالس العلم يدعو هو لإخوانه يدعو لأمة محمد فتا ما يعاد يوزع بعكاية وقستاية ودعول يشيفه ودعونا يشيفه وليس شمس كيت خفيفة ويمكن كيت تنبلح الله أعلم كيت إلى السنين يتصطفين وماذا شكل فلان وهي شيء أنا أنصحكم يرجي الله تعالى ليشمل الإنسان تشمير بالعربي وهذا بس وكده يعني جد إلى جد الإنسان كيف إنسان يأتيه مثل هذه المنح رمضان ولا يخرجوا منها ببنح عظيمة ألتبكم رجع أنتم جمعين الحديث قلنا نفسي إنه عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وكان عادة لما يكون الأمر مهم يصعد المنبر صعد المنبر وقال آمين 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 ثلاث مرات فلما سئل قال يا رسول الله إذا استمعناك تؤمن قال أتاني جبريل فقال هذه ما أنفعت يعني ما أنفع يعني خسر كتير أدرك رمضان ولم يغفر له وبأحيان يعني تفكر في هذه المنحة العظيمة التي الله عطانا إياها الأحيانا إلى هذا الرمضان باختصار يعني اشتغلوا طاعة الله الذي له حق عليه شخص يستسمحه يخرج من المظالم المرأة تخرج من المظالم الرجل يخرج من المظالم الإنسان يعكف على نفسه ويطهر قلبه هؤلاء الذين مؤهلون برؤية لئة القمر هم الناس الذين يشتغلون في مثل هذا الذي يشتغل على قلبه من قلبه من الغل الحقد الحسب ضغينة وهذه الأمور التي تسود القلب الذي لا يذهب إلا رقة القلب رقة القلب إيش قالوا الجوع وقراءة القرآن الجوع وقراءة القرآن نحن نحن هلأ صليمي مثلاً في أي أن كنت هناك وهذه أجاها ويكسل من قراءة القرآن هذا فيه خير عظيم أسأل الله سبحانه وتعالى ليوفقنا جميعا أسأل الله تعالى ليوفقنا هذه أيام أغلى من الزهب الزهب أدري كرام 50 دولار أغلى من الزهب إن صليت في ليلة القدر كأنك عشت ثلاثة وثمانون سنة ما يكون أغلى من الزهب أغلى من الزهب شكراً ثمانية سنة لذلك ينبغي أن ينصح بعضنا بعض لا نتروف عدنا هكذا ينصح بعضنا بعض ينصح بعضنا بعض ينصح عليه حقوق يؤديه ومع عليه حقوق يستزيد من طاعة الله يستزيد من طاعة الله يستزيد ذكر الله عز وجل من استغفار الحمد بالخير بارك الله وفيه أمين شيخ بلال رب العالم شكراً شيخ بلال is reminding us that there's not much there's not much time left in the month of Ramadan there's just a few nights left so we should roll up our sleeves so to speak take it very seriously and work hard for our hereafter there's a lot of benefit in these last nights although there's a few nights left there's a lot of benefit in them it's possible that among them it could be Laylatul Qadr and as you know Laylatul Qadr it has a great great benefit it's greater than a thousand months which is equivalent to about 83 years so if someone happens to pray on that night to recite Quran on that night do good deed on that night then he will receive this great great reward on that night the Prophet صلى الله عليه وسلم during the last 10 days of Ramadan he was known to do more worship than he did before and the Prophet صلى الله عليه وسلم he was one who did a lot of worships so during the last 10 nights he would do even more way more than that and he would it was known as well that he would go away from the people and work hard in worship he would also not sleep very much during those last 10 days and the Prophet صلى الله عليه وسلم is the messenger of Allah and he did this to teach us to work hard during these last 10 days and he also said that for us to look for Laylatul Qadr during the last 10 days and sometimes you would find people who their entire motivation during the month of Ramadan is to figure out when Laylatul Qadr is was it this day or that day or I heard in this country they saw this such and such matter or I woke up the next day and the sun looked a certain way and they would spend all their time doing this and they would ask people to make du'a for them and the like this type of behavior is not appropriate when it replaces what should be done which is to work hard each day of Ramadan because Laylatul Qadr could be any day to pray and to do the good deeds and to make du'a for yourself and not only ask others to make du'a for you the Prophet صلى الله عليه وسلم one time he went up on a minbar and the Prophet صلى الله عليه وسلم only does this when something is important they say and he was heard saying Ameen 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 and he was asked why he said this he said the reason he said this was Jibreel came to him عليه السلام and told him that the slave the slave is truly a loser if he is alive during the month of Ramadan and he's not forgiven at that time so the Prophet صلى الله عليه وسلم this is more evidence to show that this is time to be taken advantage of to work hard and we only have a few days left of this so let us pray remind myself I need to pray recite Quran acquire the knowledge review the knowledge attend the circles of knowledge all of this is worship and rewardable during the month of Ramadan so may Allah سبحانه وتعالى let us take advantage of these last few days and their great benefit